حرف مدين صاحبة عمري وحب عمري اللي عملته منا مفاجأة الساعة اللي فاتت عبدو نجم نشر فيديو واكد اللي منا قدري ظهرت وقالته وقرر ان يظهر حبيبته اللي كان خفيها عن الناس كلها والصدمة انها طلعت شاهد القروانة صاحبة منا قدري وزي ما قالت عنها صاحبة عمرها واتضح فعلا اني حبيب عمرها سابها وحب صديقة عمرها وهيخطبها كمان ايوا عبدو في لقاء ليهم اعلنوا عن خطوبتهم وقال انتظروا الخطوبة والمفاجأة انها قالت مش عايزة منه حاجة عايزة هو بس كفاية علي الفيديو ده ظهر في عبدو مع شاهد القروانة وبتغني ليه اغنية حبيبي علانياته وكل البنات اخواته وظهرهم ده كان صدمة للجمهور ان ازاي صاحبتها تعمل فيها كده واني مش من قلة البنات علشان عبدو نجم يرتبط بصاحبة عمرها وبعد ما كان البعض مش مصدق منا لما ظهرت وقالت كده الكل بصن بالعشرة خلاص كده علاقة عبدو وشاهد القروانة بقت في العلن وقدم كل الناس واللي خليهم يعملوا كده هو كلام منا الاخير عنهم وزي ما يكونوا بيقولوا للناس احنا لا بنعمل حاجة غلط ولا حرام علشان يفضلوا يكتبوا اول الحروف من اسمائهم ومخبينها عن الناس البعض شايف ان دي تمثيلية بين عبدو وشاهد على منا علشان يغزوها ويخلوها الدوق من نفس الكاس اللي دق منه عبدو خاصة ان منا بعد فركشتها مع عبدو على طول اللي تقال انها ارتبطت بجيكا وجيكا داللي كان الوسيط بينهم علشان يتصالحوا والمية ترجع لمجاريها لكن لا جيكا ارتبط بمنا ولا عبدو رجع عليها وبقت علاقتهم صحاب واخواته بس رغم ان منا لسه بتحبه وحبيته اكتر لما ارتبط بشاهد ولكن استحالة يرجعوا البعض تاني كعلاقة عاطفية وفي اللي شايف انها تمثيلية ومنا مشتركة معاهم علشان الترند ويزاودوا عدد المشاهدات وخلافه زي ما بلوجرز كتير عملوا الفترة الاخيرة بس لما منا وعبدو فركشوا كل الناس قالت كده برضو واتضح ان الموضوع بجد وانها مش ترند وخلاص ولا حاجة وفعلا فركشوا ولكن من الواضح من فيديوهاتهم ان كل اللي بين منا وشاهد انتهى خاصة ان من هي اللي عرفتها على عبدو يما كانوا بيتصلحوا ورغم ان الجمهور لاحظ نظرات شاهد وقتها ولكن هي ما كانتش مدي يا اخوانا ولا متخيل ان دا يطلع منها منا كانت مصدومة وقالت ان شاهد خانتني مع عبدو وقصروا قلبي لما ارتبطوا وانهم كانوا بيعملوا كل حاجة مع بعض اكلين شاربين نايمين حتى كانوا بيلبسوا هدوم بعض وكانت بتعتبرها واحدة من العيلة وقالتها هي عيلة منا والعكس لكن لصانت العشرة ولا العيش والمال وعلشان اللي حصل لها دا قررت انها تنصح كل البنات المتابعين لها وقالت لهم ما تأمنوش لحد وخاصة سحابكم ما تدخلهمش بيتكم ولا تحكي لهم عن تفاصلكو واسراركو لان الخداع بيجي من اقرب الناس ليكو وخاصة لو طول الوقت بتتكلموا انهم استندوا الضار الضربة بتكون مؤلمة الغريبة بقى ان منا مزعلانة من عبدو ولا بتلوم عليه لان اللي بينهم انتهى وقالت لو كنت في حياته لسه ما كانش هيبصلك لكن شاهد لما الجمهور هاجمها وقالولها منا واحدة بس قالت لهم على نفسها مش علي منا قالت ان شاهد حاولت كتير تقرب من عبدو بعد الخلافات اللي بينهم بحجة انها تصالحهم على بعض ولكنها ما كانتش تتوقع ابدا تكون بتخطط لده دلوقت العلاقة بين الطرفين مش في سكة التلقيح من خلال الاغاني والفيديوهات ونفس اللي حصل بين عبدو نجمه ومنا قدري قبل كده بيتقرر تاني فيطر علاقة منا وعبدو هتستمر في نطاق الصحاب برضو وهل هتكمل العلاقة بين عبدو وشهد ولا مصيرها الفشل زي ما قال البعض الجواب بيبان من عنوانه مستنين رأيكم في التعليقات